بسم الله الرحمن الرحيم نكمل معاً أيها الإخوة والأخوات الكرام قراءة كتاب سلام ما بعده سلام وقد وصلنا في هذه الحلقة الرابعة أشرة إلى الجزء التاسع انحسار التيار الفصل الأول بعنوان دقات الساعة النصر في الحرب العالمية الأولى أوصل الإمبراطورية البريطانية إلى ذروتها فبعد أن أضيفت إليها المناطق التي احتلتها في الشرق الأوسط وبقاع أخرى صارت أكبر مما كانت هي أو أي امبراطورية أخرى في أي زمان سابق ومع أن بريطانيا كانت قد تعبت من الحرب ومن المغامرات الباهضة الثمن في أماكن نائية فقد سعى لويد جورج إلى التشبث بأكبر قدر ممكن مما كسبته بريطانيا في الحرب كان هذا هدفه الأكبر في المفاوضات التي كان على وشك أن يجريها مع الدول الحليفة والشريكة الأخرى ولكن رئيس الوزراء اختار أن يطلب تفويضاً من الناخبين في بلاده قبل أن يتوجه إلى مؤتمر الصلح ليلة توقيع الهدنة مع ألمانيا طلب رئيس الوزراء إلى اثنين فقط من السياسيين أن يتناول طعام العشاء معه ومع رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الإمبراطورية سير هنري ويلسون في مقر رئيس الوزراء وكان السياسيان هما وينستون تشيرتشيل والمدعي العام اللامع إف سميث وهو من خيرة أصدقاء تشيرتشيل وقد دون سير هنري ويلسون في مفكرته اقتباس بحثنا أشياء كثيرة ولكن بصورة رئيسة الانتخابات العامة نهاية الاقتباس إن رئيس الوزراء بنظرته الثاقبة إلى المنفعة السياسية رأى فرصة للنجاح في الانتخابات إذا دعا إليها في أعقاب النصر مباشرة وكان أمله إذا ما حاز مجددا أغلبية برلمانية مضمونة أن يربح الوقت لتنفيذ برامجه وقد سعى وراء التفويض الجديد من الناخبين عندما كانت شعبيته في أوجها ففي نهاية عام 1918 كان لا يزال اقتباس الرجل الذي ربح الحرب نهاية الاقتباس وقد كان زعيم حزب المحافظين يعبر عن رأي كثيرين عندما قال اقتباس بوسعه أن يكون رئيسا للوزراء مدى الحياة إذا شاء نهاية الاقتباس أجريت الانتخابات العامة في 14 كانون الأول ديسمبر 1918 ولكن إحصاء أصوات الناخبين أرجئ حتى الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر بغية اتاحة الوقت لوصول أوراق اقتراع الجنود وقاد الاتلاف الحكومي رئيس الوزراء الليبرالي لوي جورج وشريكه السياسي زعيم المحافظين أندرو بونار لو أما جناح الأحرار الذي تزعمه أزكوث فقد خاض الانتخابات منافسا وانسحب حزب العمال من الاتلاف ليكون منافسا حقق الاتلاف نصرا ساحقا حتى أن لوي جورج نفسه ذهل بحجم هذا النصر فقد كان نحو 85% من الذين حصلوا على مقاعد في مجلس العموم الجديد من أنصاره أما الأحرار من جناح أزكوث فقد هزمهم مرشحو الاتلاف وفقد أزكوث نفسه مقعده في مجلس العموم وهذا ما حدث أيضا لزعماء بارزين لحزب الأحرار الذي كان قبل الحرب وقد تفوق مرشحو حزب العمال على أحرار أزكوث ولأول مرة استطاع حزب العمال أن يدعي أنه يمثل المعارفة لقد تبدلت طبيعة كتلة الناخبين تبدلا جدريا نتيجة للتشريع الذي صدر في زمن الحرب وأعطى لأول مرة المرأة حق الانتخاب من سن الثلاثين وجميع الرجال من سن الواحدة والعشرين كان عدد الذين يحق لهم الانتخاب في عام الف وتسعمائة وثمانية عشر واحدا وعشرين مليون إنسان مقابل سبعة ملايين ونصف مليون شخص فقط قبل الحرب وكانت لدى كل من الطبقة العاملة الجديدة والناخبات من النساء أفكار مختلفة اختلافا جذريا بشأن مسائل مثل دفع أكلاف التوسع الإمبراطوري في الخارج كانت الناحية التي تنطوي على احتمال إزعاج لرئيس الوزراء لو جورج في انتصاره المذهل هي أن معظم المكاسب الانتخابية كانت من نصيب حزب المحافظين بزعامة بونار لو بدلا من أن تكون من نصيب حزبه حزب الأحرار فقد سيطر المحافظون على أغلبية في مجلس العموم الجديد وكثيرون من المحافظين كانوا جددا انتخبوا أعضاء في مجلس العموم للمرة الأولى ومن هؤلاء كان عدد كبير من رجال الأعمال الذين مالوا إلى الجناح اليميني في حزبهم ولم يكن جدول أعمالهم السياسي هو جدول أعمال رئيس الوزراء عينه بيد أن رئيس الوزراء حصل في ذلك الحين على تأييد كامل من بونار لو ولذلك شعر أنه آمن سياسيا وقد أوجد لويد جورج شراكة عمل وثيقة مع زعيم حزب المحافظين وكانت هذه الشراكة مناسبة لكليهما وقد كان بونار لو المتواضع الخجول يشعر بالسعادة إذ أتاح لرئيس الوزراء المفعم نشاطا والبهي الطلعة أن يتولى القيادة وأن يكون في بؤرة الضوء وقال بونار رو لأحد مساعديه مشيرا في كلامه إلى شاغل البناء رقم 10 داونينغ ستريت يعني شارع داونينغ أو ما يرمز إليه 10 داونينغ ستريت اقتباس يجب أن لا نسمح قط لهذا الرجل النحيل أن يغادر فطريقه وطريقنا متلازمان في المستقبل نهاية الاقتباس طلب لويد جورج إلى وينستون تشيرتشيل السياسي الذي بلغ الخامسة والأربعين من عمره والذي كان يحاول أن يحيي ماضيه أن يتولى منصب وزير الدولة لشؤون الحرب والطيران في وزارة ما بعد الحرب قدم رئيس الوزراء عرض الوزارتين قوس اقتباس بطبيعة الحال سيكون هناك راتب واحد فقط النهاية الاقتباس نهاية القوس بتاريخي التاسع من كانون الثاني يناير 1919 وقبلت شيرتشيل العرضة في اليوم التالي وعندما كانت شيرتشيل وزير للدخائر لم يكن عضوا في مجلس الوزراء الحربي ولذلك فإن توليه وزارة الحربية كان مؤشر عودته إلى الأوساط الداخلية للحكومة وكما كان متوقعا فقد أثار تعيينه معارضة عنيفة وقد علقت إحدى صحف المحافظين قائلة اقتباس لقد تابعنا مسيرته الرائعة والخاطئة وكنا على ثقة في توقعنا أنه سيفسد إن عاجلا أو آجلا كل عمل يتوله مصيره مرتبط بطباعه ثم تمسلب مأساوي في السيد شيرتشيل يضعه كل مرة على الدرب الخطأ هذا تعيين يجعلنا نرتجف بالنسبة للمستقبل نهاية الاقتباس تغلبت شيرتشيل على السمعة التي لصقت به أي سمعة سيئة سواء كان يستحقها أم لا بأنه يبدر موارد البلاد وانطلق ليظهر أنه يستطيع أن يكون مقتصدا فأخذ يقول أن السياسات الطموحة ينبغي تقليصها إذا لم تتوفر الموارد الداعمة لها ولكن عندما ذكر أن بريطانيا قد تفتقر إلى المال والقوة البشرية لتنفيذ خطط اللوجورج الرامية إلى إحلال بريطانيا محل الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط تجاهله رئيس الوزراء عامدا لقد ادعى رئيس الوزراء أن لبريطانيا الحق بأن تقوم بدور السيادة في الشرق الأوسط مستذكرا أن مليونين ونصف مليون جندي بريطاني أرسلوا إلى المنطقة في وقت أو آخر وأن ربع مليون جندي قتلوا أو جرحوا في حين أن الفرنسيين فيما عدا معركة غاليبولي لم يمنوك عمليا بأي إصابات في الشرق الأوسط وأن الأمريكيين لم يكونوا إطلاقا في المنطقة ودافع اللوجورج عن موقفه في مؤتمر الصلح قائلا أن ادعاءه يستند إلى وجود مليون واربع وثمانين ألف جندي من بريطانيا والإمبراطورية يحتلون الإمبراطورية العثمانية وأنه ليس في قوات الاحتلال وحدات غير بريطانية ذات حجم يذكر وحسب أقوال سكرتير مجلس الوزراء البريطاني اقتباس لم تغب عن بصر رئيس الوزراء إطلاقا خلال الحرب الفوائد التي يمكنه أن يأمل في جنيها عند انعقاد مؤتمر الصلح من جراء حيازة أراضي أعدائنا نهاية الاغتباس وقد ذكر لويد جورج أحد أصدقائه اقتباس سيكون الفارق كبيرا بمجرد امتلاكنا الأرض العسكرية نهاية الاغتباس الأمر الذي كان وينستون تشيرتشل لا يفتأ يكرره هو أن هذا الوضع أي احتلال الشرق الأوسط من قبل مليون جندي بريطاني هو وضع مؤقت وأن الجنود يطالبون بعادتهم إلى الوطن وكانت هذه أول مشكلة واجهت جيرتشل بصفته وزيرا للحربية وكانت قناعته أن هذه المشكلة تفرض أولويات جديدة على الحكومة بكاملها بتاريخ العاشر من كانون الثاني يناير 1919 أول أيام تشيرتشل في منصبه كوزير دولة لشؤون الحرب استشاره رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية بصورة عاجلة بشأن أزمة في صفوف هذه القوات لقد تظاهر الجنود مطالبين بتسريحهم فورا وقد عم الإضطراب وخشيت تشيرتشل أن يؤدي هذا الإضطراب إلى انتفاضة بل شفية فكتب فيما بعد قائلا إن هذه المخاوف كانت صحيحة في وقتها اقتباس لأن أشياء كثيرة مخيفة كانت قد حدثت وشهدنا انهيارات رهيبة لكيانات قائمة كما شهدنا معاناة طويلة الأمم بحيث أن أي يتهزة بل أي تشنج يزلزل أسس كل دولة كان اعتقاد تشيرتشل أن الجنود يجب أن يعادوا إلى أوطانهم حالما تتمكن القطارات والسفن ناقلة الجنود من نقلهم بعد ذلك بأسبوعين حدث عصيان بين خمسة ألاف جندي بريطاني في ميناء كاليه طالبوا بتسريحهم ولكن تشيرتشل كان سباقا بإيجاد الحل إذ كان قد أعد خطة عادلة لتسريح الجنود وقد نفذت الخطة بسرعة تحت إرشاداته طوال عام 1919 ولكن تسريح الجيش كان يهدد بانتقاص فرص بريطانيا لفرض شروط الصلح ففي الخامس عشر من كانون الثاني يناير 1919 كتب الفيلد مارشل سير دوغلس هيغ القائد العام لقوة الحملة البريطانية في أوروبا إلى تشيرتشل ليبلغه أن الجيش البريطاني الموجود اقتباس كان يختفي بسرعة نهاية الاقتباس وأنه ما لم ينشأ جيش احتلال اقتباس فإن الألمان سيكونون في وضع للتفاوض على نوع آخر من الصلح نهاية الاقتباس كان هذا ينطبق أيضا على الأتراك وبعد مرور بضعة أيام قدم تشيرتشل مذكرة إلى رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء قال فيها ما لم نكن راغبين في أن نحرم من ثمار النصر وأن نرمي بكل ما كسبناه بكلفة ومشقة كبيرتين فلابد لنا أن نوفر خلال شهور عديدة مقبلة جيوشا لاحتلال أرض العدو ويجب أن تكون هذه الجيوش على قدر من القوة يكفي لانتزاع الشروط التي نطلبها من الألمان والأتراك وغيرهم نهاية الاقتباس شيرتشل ينوي إنشاءها بعدئذ اضطرت شيرتشل إلى أن يعد بإنهاء التجنيد في موعد لا يتجاوز آذار مارس 1920 ومع أنه حذر مجلس العموم قائلا اقتباس إياكم أن تحلوا جيشكم قبل أن تحصلوا على شروطكم نهاية الاقتباس ومع ذلك فإن الاعتبارات السياسية فرضت سرعة تسريح الجنود إلى حد أن تشيرتشل اعترف في تشرين الأول أكتوبر 1919 بأن اقتباس الجيش قد تلاشى نهاية الاقتباس مع ذلك لم تكن بريطانيا قد حققت شروطها في الشرق الأوسط كما سنرى الآن ففي عام 1914 كانت شيرتشل الأكثر إدراكا من بين أعضاء مجلس الوزراء أن الجداول الزمنية للتعبئة كانت تدفع الدول الكبرى إلى حرب عالمية وفي عام 1919 كان هو الأكثر إدراكا من بين أعضاء مجلس الوزراء أن الجداول الزمنية لتسريح الجنود ترغم الإمبراطورية على التخلي عن الميدان قبل ضمان النصر ورأت شيرتشل أيضا أنه ينبغي للحكومة أن تقلص النفقات بسرعة لتتمكن بريطانيا من العيش في حدود إمكاناتها وقد وعدت شيرتشل مجلس العموم قائلا اقتباس سأبذل قصارى جهدي لضمان إجراء تخفيضات كبيرة في القوات إذ من دون هذه التخفيضات يستحيل أن تكون الأوضاع المالية في حالة جيدة نهاية الاقتباس والحقيقة أنه خفض النفقات في السنين التالية إلى 17% فقط مما كانت عليه أي من 604 مليون جنيه في عام 1919 إلى 111 مليون جنيه في عام 1922 لقد ذكر أن هناك مشكلة أخرى لا بد من مواجهتها فعند إعادة الجنود البريطانيين إلى وطنهم يبقى الشرق الأوسط في أيدي جنود هنود كانت الهند البريطانية قد أرسلت خلال حرب عام 1914 أكثر من مليون جندي إلى موراء البحار كثيرون منهم مسلمون وعند بداية عام 1920 نبهت شيرش المجلس الوزراء إلى العواقب السياسية المترتبة على كون هؤلاء الجنود وهم في غالبيتهم مسلمون يشكلون قوة الاحتلال التي تركت في المنطقة وعهد إليها بمهمة كريهة هي ممارسة الإكراه على أبناء دينهم المسلمين ممارسة الإكراه أي يكرهونهم على هذا الاحتلال لهم أبناء دينهم المسلمين وكتبت شيرش القائلا اقتباس إن كل وسائلنا المحدودة لتهديئة الأمور في الشرق الأوسط تعتمد على استخدام الجنود الهنود ويجب أن لا نفعل شيئا من شأنه أن يثير المشاعر الهندية ضد استخدام هؤلاء الجنود أو يؤثر على ولائهم نهاية الاقتباس وبما أنه كان على بريطانيا الآن أن تعتمد على جنودها المسلمين فلابد من تأديل سياساتها في الشرق الأوسط بحيث لا تسيء إلى الشعور الإسلامي وكان رأيه ولو أن هذا الرأي كان ضئيل التأثير على رئيس الوزراء أن هذا يشير إلى الحاجة لسياسة أكثر مودة تجاه الأتراك عندما ألف ديفيد لويد جورج حكومته الائتلافية بعد الحرب كان مفعما بالنشاط بالرغم من السنوات الشاقة التي أمضاها في قيادة بلاده في زمن الحرب وكان تأليفها قبل بلوغه السادسة والخمسين من عمره بأسبوع واحد والأمور الفورة التي كانت تشغله شخصيا تقع في مجال السياسة الخارجية والأمور الفورة يعني الأمور الفورية لا أعلم الحقيقة المهم أن الأمور الفورة التي كانت تشغله شخصيا تقع في مجال السياسة الخارجية وقد أعد ترتيبات لتمضية الكثير من وقته خارج بلاده لعادة رسم الخريطة السياسية للعالم ورغبة منه في التحرر من مشاغل السياسة الداخلية والتركيز على السياسة الخارجية عهد بإدارة السياسة الداخلية ومجلس العموم إلى بونارلو ولكن بونارلو أثبت أنه ليس كفءا لهذه المهمة فقد أخفق في كسب الوقت لرئيس الوزراء ليتمكن من التركيز على إعادة بناء العالم من دون أن تزعجه أي مزعجات وهذه المزعجات لم تقتصر على استئناف الحرب في إيرلندا بل تعدته إلى انتقال الخلافات الاجتماعية والاقتصادية ضمن بريطانيا من مراكز الاقتراع إلى الشوارع والمصانع فأرباب العمل والعمال حاولوا المحافظة على المكاسب التي جنوها في زمن الحرب بالرغم من تراجع الاقتصاد فاتجه كلا الجانبين إلى الحرب الصناعية بعد مضي شهر واحد على الانتخابات وتفجرت أعمال العنف وعند ذلك طلبت الحكومة مشورة قادة الجيش والأسطور في الإجراءات التي يجب اتخاذها لقمع ما خشيت الحكومة المسكونة بالخوف من البلشفية أنها قد تكون ثورة الطبقة العاملة لقد انهار اقتصاد بريطانيا في العامين 1920 و1921 فتدهرت الأسعار وهبطت الصادرات وتوقفت أعمال الشركات واجتاحت البلاد بطالة واسعة النطاق لا نحو لم تشهده من قبل وأخذ السياسيون يتسألون هل تستطيع بريطانيا أن تتحمل أعباء مغامرات السياسة الخارجية في أمكنة مثل فلسطين وبلاد الرافدين بل هل تستطيع أن تتحمل أعباء إجراءات ترمي إلى ابتياع السلام الاجتماعي في الداخل وكان رئيس الوزراء قد تبنى برنامجا إيجابيا لبراليا للإسكان والإصلاح الاجتماعي معظمه في يد زعيم حزبه في البرلمان الدكتور كريستوفر إيديسون ولكنه اضطر إلى التخلي عن البرنامج وعن الدكتور إيديسون في مواجهة حملات حزب المحافظين على التبذير الحكومي ومع ذلك كان رأي لويد جورج دائما اقتباس أن السبيل لمنع انتشار الروح الثورية هو الشروع فورا في مشروعات كبرى للتقدم الاجتماعي نهاية الاقتباس وفي رأيه أيضا أن التخلي عن هذه المشروعات سيترك الباب مفتوحا أمام الهيجان والعنف ومع ذلك فإنه آثر أن يتخلى عن المشروعات على أن يتخلى عن طموحاته الإمبراطورية في الشرق الأوسط أمام هذه الخلفية خلفية جيش يختفي واقتصاد يتدهور ومجتمع يتفكك ركز رئيس الوزراء الرجل الذي اشترح المعجزات خلال الحرب ركز جهوده على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط والعالم في حين أن وينستون تشيرتشيل واصل التحذير من أن الوقت يمر سريعا دون أن يصغي أحد إلى كلامه الفصل الثاني بعنوان الخيانة تبين أن أحكام اتفاقية الشرق الأوسط التي استقرت عليها آراء رئيس وزراء بريطانيا وزملائه من الدول الحليفة أقل أهمية من النهج الذي اتبع للوصول إليها أحد جوانب هذا النهج أنه اقتضى زمنا طويلا كانت الظروف خلاله كما سنرى تتبدل من سيء إلى أسوأ فالزعماء الأجانب الذين كانوا يظهرون الصداقة حل محلهم آخرون أقل رغبة في التعاون ونشبت خصومات بين الحلفاء السابقين والأعداء المهزومين أعادوا تجميع قواتهم وانتعشوا والجيش البريطاني الذي كان همت شيرتشيل دائما أخذ يذوي ويفقد القدرة على التشبث بالأراضي التي فتحها وثم تجانب آخر المفاوضات كان من شأنه أن يضعف التسوية التي ستتحقق في النهاية هو الإحساس العام بأن سوء النية كان سمة المفاوضات وإذا ما أطلقنا وصفا راهنا على المفاوضات لكان لنا أن نقول أنها اتخذت الشكل الذي اتخذته نتيجة للإستراتيجية التي طبقها رئيس وزراء بريطانيا بهدف وضع الولايات المتحدة في مواجهة فرنسا وإيطاليا مع الاعتماد في الوقت نفسه على الولايات المتحدة لحماية بريطانيا من أخطار قد تتعرض لها مستقبلا من روسيا السوبيتية أو من ألمانيا بعد أن تستعيد نشاطها وعافيتها وتستعيد تسلحها ولم يكتشف لويد جورج أن الولايات المتحدة لا تنوي أن تكون حليفة بريطانيا ولا حليفة أي دولة أخرى إلا بعد أن انتهت جولة مفاوضات 1918-19 لتبدأ جولة 1919-20 كانت الولايات المتحدة عازمة على الانسحاب من الشؤون العالمية ومن الأحلاف المتشابكة وسنرى أن لويد جورج أجبر في ذلك الحين على أن يعكس النهج الذي اتبعه يعني بنهج معاكس له فسعى إلى تحالف مع فرنسا ما دام التحالف مع أمريكا ليس في متناول يده وهذا بالتالي أجبره على أن يعكس سياسته المعادية لفرنسا في الشرق الأوسط ولكن الأذى الذي لحق بالتحالف البريطاني الفرنسي كان قد حدث وانتهى الأمر وقد شعر القادة البريطانيون في نهاية الأمر أن الأمريكيين خذلوهم بينما شعر الأمريكيون أن البريطانيين خانوا بصفاقة المثل العليا التي يفترض أن الحرب كانت من أجلها ونتيجة الافتقار لويد جورج إلى وازع الضمير وافتقاد وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي إلى الحنكة كانت بداية التفاوض بشأن تسوية الشرق الأوسط سيئة ونهايتها أسوأ بلغ تصميم وودرو ويلسون على القيام بدور شخصي في صياغة أحكام معاهدات الصلح حدا دفعه إلى المجيء إلى أوروبا ليتولى بنفسه المفاوضات فكان أول رئيس أمريكي يغادر نصف الكرة الغربي في أثناء مدة ولايته وهذه الخطوة التي لا سابقة لها أثارت قلق الحلفاء فقال كليمنسو أنه وزملائه رؤساء الوزراء باعتبارهم رؤساء حكومات سيكونون أدنى مرتبة من الرئيس الأمريكي باعتباره رئيس دولة ورئيس حكومة وبحكم الأسبقية سيكون للرئيس الأمريكي الحق في رئاسة مؤتمر الصلح وردت في الصحف وغيرها اقتراحات بأن يبقى ويلسون في بلاده ناذرا كل وقته لكسب التأييد في مجلس الشيوخ وفي الولايات المتحدة عامة لشروط الصلح التي يقترحها وتاركا لمستشاره إدوارد هاوس أن يمثله في أوروبا ولكن الرئيس الأمريكي رفض هذه الاقتراحات وربما بسببها بدأ يشك في إخلاص الكولونيل هاوس وبعد أن عبر ويلسون ومستشاره الأمريكيون العديدون المحيط الأطلسي على الباخرة جورج واشنطن في كانون الأول ديسمبر 1918 وصلوا إلى ميناء بيرست في يوم الجمعة الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر كان ويلسون حيثما ذهب يقابل بترحيب صاخب وقد كتب جون مينارد كينز قائلا اقتباس عندما غادر الرئيس ويلسون واشنطن كان يتمتع بمكانة عالية ونفوذ أدبي لا مثيل لهما في التاريخ في سائر أنحاء العالم نهاية الاقتباس ولكن لا شيء قدم لنا وصفا أفضل لما كان سيحدث في مؤتمر الصلح من خطابات ويلسون التي تحدث فيها عن الأمور التي لن تحدث في المؤتمر كانت الشعوب والولايات اقتباس موضع مقايضة لتنتقل من سيادة دولة إلى سيادة دولة أخرى وكأنها سلع أو بيادق في لعبة نهاية الاقتباس ولم يكن ما حدث هو أن كل تسوية اقتباس تحققت لمصلحة وخير السكان ذوي العلاقة نهاية الاقتباس بل كان الأمر عكس ذلك إذ أن هذه التسويات تحققت قوس مع أن ويلسون قال أن ذلك لن يحدث نهاية القوس تحققت من أجل تهيئة اقتباس التوفيق بين مطالب دول متنافسة نهاية الاقتباس تسعى وراء اقتباس النفوذ الخارجي والسيطرة نهاية الاقتباس وملاحظة للاطلاع على خطب الرئيس ويلسون يرجى الرجوع إلى الفصل الأول من القسم السادس إن بلاد الرئيس ويلسون نفسها لم تسلك الطريق التي رسمها في شهر التشرين الثاني نوفمبر 1918 أي قرابة الوقت الذي تم فيه التوقيع على اتفاقيات الهدنة كان حزب الرئيس ويلسون قد فقد سيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات النصفية وهكذا انتقلت الأغلبية في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ إلى خصوم الرئيس الأمريكي وقبل بدء مؤتمر الصلح تلقى الرئيس ويلسون ما يفيد أنه سيواجه مشكلات في تأمين إبرامي أي شروط للصلح سيتفاوض بشأنها ولكن طبيعة الرئيس ويلسون التي تفتقر إلى الليونة حالت دون أن يقدم التنازلات أو ينخرط في عقد الصفقات السياسية التي من شأنها أن تخفف هذه المشكلات السياسية في بلاده وقد اتضح في الحال خارج الولايات المتحدة أنه لم يمعن النظر في السبيل الذي يجب أن يسلكه لوضع المبادئ المثالية والكريمة التي نادى بها موضع التنفيذ لقد وصل إلى أوروبا وفي ذهنه الكثير من الآراء ذات الصفة العامة ولم يحمل معه اقتراحات محددة لمعالجة الأمور التي تتطلب الحسم وقد رسم كينز صورة للرئيس ويلسون لا تمحى من الذاكرة أشار فيها إلى ما أعقب وصوله إلى أمريكا فقال اقتباس بما أن الرئيس لم يمحص أي شيء كان المجلس بشكل عام يدير أعماله على أساس مسودة فرنسية أو بريطانية نهاية الاقتباس وبما أن الرئيس ويلسون كان يفتقر إلى الاطلاع الواسع وإلى حذق المفاوضة فقد انحدر دوره إلى دور المعرقل فكان لا يفتأ يرفض مسايرة زملائه وكان في الوقت نفسه عاجزا عن حملهم على مسايرته لقد أشار عليه هاوس بالتساهل مع الحلفاء في الخارج وفي مجلس الشيوخ في الداخل ولكن ويلسون رفض النصيحة بازدراء وعاد الصديق الحميم الذي أزداها ثم أنه قطع صلته بهاوس ورفض منذ منتصف 1919 أن يراه مرة أخرى كانت استراتيجية لويد جورج الشرق أوسطية تهدف إلى جعل غيظ الأمريكيين من الإمبريالية ينصب على مطالب إيطاليا وفرنسا وإلى صرف انتباه الرئيس الأمريكي عن المجالات التي قد يخلق فيها صعوبات لبريطانيا وقد دون موريس هانكي السكرتير البريطاني لمؤتمر الصلح في مفكرته قبل انعقاد المؤتمر أن لويد جورج اقتباس عازم على محاولة إقناع الرئيس ويلسون بأخذ المستعمرات الألمانية في شرق أفريقيا لكي يحظى هو بفلسطين انهاية الاغتباس ولم تكن هناك في حقيقة الأمر حاجة إلى جهد خاص معظم الوقت فالقضايا الأوروبية كانت لها الأولوية العليا أما القضايا الأخرى فكانت لها المكان الدنيا نسبيا فمسألة روسيا والخوف من حدوث ثورات بلشفية في سائر انحاء أوروبا كانا هاجس مؤتمر الصلح أما القضية الكبرى فكانت مستقبل ألمانيا وأما مستقبل الأمبراطورية العثمانية فقد احتل مكانة دنيا وكان ويلسون منشغلا بأمور كثيرة حالت دون إعطائه الشرق الأوسط اهتمامه الكامل فلما جاء دور هذه الأمور استبعد لويد جورج بذكائه من جدول إعمال المؤتمر المسائل المتعلقة بالمناطق التي احتلتها بريطانيا في الشرق الأوسط وبذلك وضع هذه المسائل خارج نطاق التمحيص من قبل الرئيس الأمريكي وفي الوقت نفسه حول رئيس وزراء بريطانيا جهود الرئيس الأمريكي المعادل الإمبريالية لتنصب على التمحيص والتدقيق في طموحات الدول المزاحمة لبريطانيا في الشرق الأوسط حليفاتها في زمن الحرب كانت إيطاليا قد وافقت على دخول الحرب إلى جانب الدول الحليفة لقاء وعود بريطانية وفرنسية بعطائها مكاسب أقليمية من ضمنها في نهاية المطاف حصة تنالها عند تقاسم الإمبراطورية العثمانية وكان الوعد بعطائها أراض تركية قد جسدته معاهدة وقعت عليها إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وعرفت باسم اتفاقية سان جون دو موريين التي عقدت في عام 1917 ونصت الاتفاقية على أن يكون تنفيذها خاضعا لموافقة روسيا وبما أن البلشفيك أطاحوا بالحكومة الروسية فإن الاتفاقية لم توضع إطلاقا موضع التنفيذ مع ذلك طالب الإيطاليون بالأراضي التي وعدوا بها وبمعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم فقال أحد وأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي اقتباس إذا لم يحصل الآخرون على أي شيء فلن نطلب أي شيء نهاية الاقتباس كانت إيطاليا قد حصلت على وعد بأن تنال جزءا من الأناضول أو آسيا الصغرى كما كانت الأناضول تسمى أحيانا إذا ما دخلت الحرب ولكن لم تكن في الأناضول جاليات إيطالية تستدعي حماية إيطاليا ولا جاليات أخرى تدعي إيطاليا أنها مسؤولة عن رعاية مصالحها والحقيقة أنه وفقا لمبادئ تقرير المصير التي نادى بها ويدرو وولسون ويلسون لم يكن هناك من سبب يسوغ احتلال إيطاليا أي جزء من آسيا الصغرى وبدأ أن رئيس وزراء إيطاليا إيمانويل أورلاندو أدرك صعوبات القضية التي يدافع عنها ولكن الرأي العام الإيطالي كان في نوبة سعار قومي شأنه شأن البرلمان ومجلس الوزراء ممثلا بوزير الخارجية البارون سيدني سونينو وكان أورلاندو وسونينو محقين في خوفهما من أن يؤدي الإخفاق في إقناع الحلفاء بالوفاء بوعودهم التي قطعوها لإيطاليا في زمن الحرب إلى تقويض موقفهما السياسي داخل إيطاليا وبالتالي فقد شعر أن عليهم اتخاذ إجراء ما شرعت القوات الإيطالية بدءا من منتصف آذار مارس 1919 في تنفيذ برنامج إنزال في جنوب الأنبول عند أباليا حاليا أنطاليا بحجة استعادة النظام ثم العودة إلى السفن ولكنها توقفت عند العودة إلى السفن وبعد شهرين كانت هناك قوات إيطالية على أساس دائم إلى حد ما في أباليا ومن ثم في مرمريس على الساحل وخشي الحلفاء أن يكون الإيطاليون بعد أن أنزلوا قواتهم على البر على وشك أن يزحفوا إلى الداخل لاحتلال كامل لذلك الجزء من الأناضول الذي ادعوا أن لهم حقا في احتلاله عندئذ دفع لويد جورج الولايات المتحدة إلى المقدمة لمعالجة هذه المسألة فوجه ويدرو وولسون نداء إلى الرأي العام الإيطالي مناشدا إياه أن يمارس تأثيرا ملطفا على مطالب أورلاندو الإقليمية في أوروبا والشرق الأوسط وهكذا غادر الوفد الإيطالي مؤتمر الصلح بتاريخ 24 نيسان أبريل 1919 عائدا إلى بلاده سعيا وراء المساندة في الداخل وفي غياب إيطاليا عن مؤتمر الصلح انقلبت عليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومع أن إيطاليا كانت حليفة الأمس فقد صارت بغتة دولة إمبريالية عدوانية تخلق أخطارا على السلام وإذ تعصب الحلفاء عليها قال كليمنسو يا لها من بداية عفوا لعصبة الأمم وفي الثاني من آيار مايو 1919 استشاط الرئيس ويلسون غضبا لدى سماعه أنباء إرسال سفن إيطالية إلى أزمير فعرض إرسال الأسطول الأمريكي وتحدث عن احتمال دخول الولايات المتحدة حربا على إيطاليا من أجل إلحاق هزيمة بالعدوان ومع حلول اليوم الخامس من آيار مايو وفيما كان الرئيس ويلسون وغيره يحكون حكايات عن فضائع ادعوا أن الإيطاليين اقترفوها كان الحلفاء في أقصى حالات الغيظ فصمموا على اتخاذ قرار قبل السابع من أيار مايو موعد عودة الوفد الإيطالي وبناء على اقتراح تقدم به لويد جورج اتفقوا على أن يطلبوا إلى اليونان نظرا لقربها من الساحة إنزال قوات في أزمير بحجة حفظ النظام ولكن الهدف الحقيقي كان إجهاض العملية الإيطالية وقد نزلت القوات اليونانية إلى البر في الخامس عشر من آيار مايو كان قصد الحلفاء أن يكون إنزال القوات اليونانية إجراءا موقعا وموجها فقط إلى الإيطاليين ولكن الإنزال اليوناني اتخذ منذ البداية صفة مختلفة وأكثر ديمومة وكان اعتقاد موريس هانكي رئيس مجموعة أمانة السر البريطانية في مؤتمر الصلح أن جيب أزمير حيث أنزلت القوات اليونانية يجب اقتطاعه من تركيا وضمه إلى اليونان ولم يكن هذا رأيه وحده إذ أن اللوي جورج وويلسون قد بهرهما إليوتيريوس فينزيلوس رئيس وزراء اليونان فاستمالهما إلى رؤياه لرسالة اليونان التاريخية لقد سيطر فينزيلوس سيطرة مذهلة على مخيلات زملائه قادة الدول الحليفة وحتى لو لم يكن الأمر كذلك فإن حجته كانت قوية وحجة إيطاليا كانت ضعيفة وكان موقفه بطبيعته يستهوي فهم ويلسون للمبادئ الأمريكية وفهم لويد جورج للمصالح البريطانية فمطالب فينزيلوس في الأناضول خلافا لمطالب إيطاليا تستند إلى قاعدة سكانية وإلى قاعدة تاريخية ثم أن أزمير العاصمة الساحلية كانت مدينة يونانية وكانت مركزا للحضارة الأغريقية منذ أقدم العصور وقد ذكرت الموسوعة البريطانية في طبعتها المتداولة آنذاك طبعة عام 1911 أن عدد سكانها 250 ألف نسمة 250 ألف نسمة نصفهم بالتمام يونانيون وأضافت الموسوعة البريطانية اقتباس أن أزمير الحديثة هي في كل شيء ما عدا الحكومة مدينة مسيحية نهاية الاقتباس وفكرة نقل الحكم فيها من تركيا المسلمة إلى اليونان المسيحية لقيت هوا شديدا في نفس لويد جورج صاحب القيم المسيحية والهلينية ولقيت هوا أيضا في نفس الرئيس ويلسون صاحب مبادئ تقرير المصير واليونان شأنها شأن إيطاليا دخلت الحرب متأخرة إلى جانب الحلفاء ولكنها خلافا لإيطاليا كانت تحظى برعاية بريطانيا منذ الأيام الأولى لللعبة الكبرى وحينما ربح الأسطور البريطاني الحرب في معركة نافارينو عام 1827 فقد ربح حرب استقلال اليونان وكانت تجمع بين البلدين تقاليد صداقة كان لويد جورج يرى في اليونان الحليفة الطبيعي لبريطانيا ملاحظة يجب أن نتذكر أن في نزيلوس عرض دخول اليونان الحرب على الإمبراطورية العثمانية كحليفة لبريطانيا منذ صيف عام 1914 كان ذلك قبل أن اتخذت تركيا وبريطانيا قرارا نهائيا بدخول الحرب تقدمت إيطاليا واليونان بمطالب متناقبة فقد استهدفت كلتاهما مناطق معينة من الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحتضر ولدى إرسال القوات اليونانية كان قصد ويلسون وقادة الدول الحليفة أن يمنع إيطاليا من الاستيلاء على هذه المناطق وهي عينها التي تطالب بها اليونان قبل التوصل إلى قرار يحدد الدولة التي يجب أن تأول إليها هذه المناطق ولكن الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان إنكار الإدعاء الإيطالي وتأييد الإدعاء اليوناني وكان في الجانب البريطاني أولئك الذين جزعوا لهذه النتيجة ولكنها جاءت متطابقة مع نظرة لويد جورج إلى المصالح والمبادئ البريطانية لقد حقق لويد جورج مقاصد عديدة في آن واحد إذ استطاع أن يحول انتباه ويدرو ويلسون عن أهداف بريطانيا إلى أهداف إيطاليا عندما جعل الرئيس الأمريكي يقف في الطليعة لفرض ما هو في الحقيقة سياسة بريطانية إذا أزمير فلما أزف وقت حسم الأمور مع القادة الإيطاليين أنبهم ويلسون تأنيبا شديدا على اقتباس طموحاتهم الإمبريالية نهاية الاقتباس أما لويد جورج فقد نحى منحا آخر فناشد فيهم نبالتهم في خطاب امتاز ببلاغته إلى حد أنه أبكى أورلاندو رئيس وزراء إيطاليا الذي اتجه إلى أحد النوافذ وأخذ ينشج نشيجا يعبر عن انفعاله وقد شاهده أحدهم عبر الشارع فسأل ماذا فعلوا لهذا السيد الشيخ المسكين الذي فعلوه له ما لبث أن اتضح ففي التاسع عشر من حزيران يونيو 1919 وقد أضعفه إخفاقه في تحقيق طموحات إيطاليا الأقليمية في مؤتمر الصلح اضطر أورلاندو للاستقال من منصبه كرئيس لوزراء إيطاليا كان المشروع الثاني الذي أعده لويد جورد لتحويل انتباه ويلسون من جهة أخرى هو تحريضه على مقاومة مطالبة فرنسا بسوريا لقد سمح مؤتمر الصلح للرئيس الأمريكي بأن يشارك في المفاوضات الخاصة بالامبراطورية العثمانية مع أن الولايات المتحدة لم تشترك البتة في الحرب على تركيا وبالرغم من أن نقاط ويدرو وولسون الأربعة عشر لم تطبق على التسوية العثمانية قوس فخلافا لألمانيا لم يسمح لتركيا أن تستسلم على أساس تطبيق أي من هذه النقاط على استسلامها نهاية القوس كانت نقاطه هذه تعبيرا عن فلسفة سياسية اعتمدها في مقاربة القضايا العامة وقد أدرك لويد جورج هذه الناحية فما أن تناول الرئيس ويلسون موضوع الولايات العثمانية الناطقة بالعربية حتى صرف رئيس الوزراء حتى صرف رئيس الوزراء بريطانيا بدكائه انتباه الرئيس الأمريكي عن أهداف بريطانيا وحوله إلى أهداف فرنسا وذلك عندما شد انتباهه إلى التهديد الفرنسي لاستقلال سوريا وهو تهديد يتنافى ونقاط ويلسون ومبادئه لم يصل الوفد البريطاني في تماديه إلى حد التظاهر أمام الرئيس الأمريكي وغيره من ممثل الدول بأن فيصل حرر دمشق فقد كان الجنرال ألمبي دقيقا في قوله لأعضاء المؤتمر أنه اقتباس بعيد الاستيلاء على دمشق سمح لفيصل باحتلال المدينة وبإدارتها أو هو سمح لفيصل باحتلال المدينة وبإدارتها نهاية الاقتباس بيد أن الوفد البريطاني تظاهر بأن فيصل وأتباعه قاموا بدور هام في تحرير سوريا وادعى البريطانيون أن فيصل نتيجة لذلك اكتسب الحق في أن يكون حاكم سوريا الحرة وأنه تحديدا يملك حرية رفض المشورة الفرنسية والمستشارين الفرنسيين إذا اختار أن يفعل ذلك لقد طرح لويد جورج الموضوع على هذا الأساس وكأن هذه هي مسألة الخلاف ووفقا لما قاله رئيس الوزراء البريطاني فإن طرفي الخلاف هما سوريا فيصل وفرنسا كليمونسو وادعى أن بريطانيا صديقة الطرفين ولذلك لن تنحاز إلى أي منهما كان ويلسون بطبيعته ميالا إلى تأييد حق السوريين في اختيار حكومتهم ومصيرهم ولم يسعه إلا أن يتأثر إيجابيا باستعداد فيصل للتعاون في سبيل تحقيق تسوية وقد اجتمع فيصل مع فليكس فرانك فورتر وهو مثل للزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز وبعد الاجتماع قام فرانك فورتر بإبلاغ برانديز اقتباس أن المسألة العربية لم تعد قائمة باعتبارها صعوبة على طريق تحقيق برنامجنا قبل مؤتمر الصلح نهاية الاقتباس والحقيقة هي أن فيصل بصفته ممثل العرب في مؤتمر الصلح قال لأعضاء المؤتمر أنه استبعد فلسطين من المنطقة التي يطالب بأن تكون منطقة الاستقلال العربي لقد كان التباين حادا بين عقلانية فيصل الظاهرة في تعامله مع المطالب اليهودية وتصلب كليمنسو في تعامله مع مطالبة العرب بالاستقلال هذه المطالبة التي اعتبرها كليمنسو نفاقا بريطانيا لقد قال البريطانيون أنهم مستعدون للسماح قدر طاقتهم للفرنسيين بممارسة النفوذ على فيصل وكان هذا القول في نظر فرنسا بعيدا كل البعد عن الصدق لأن فيصل كما يعرف الجميع يرفض قبول التوجه الفرنسي أو النفوذ الفرنسي وكان جليا أن فيصل يشعر أنه مدين للبريطانيين فقد كان يتقابل ما لا منهم وكانت بريطانيا تتكفل نفقات وفده إلى مؤتمر الصلح وحيثما اتجه خلال مؤتمر الصلح كان يصحبه ضابط الارتباط البريطاني توماس إدوارد لورنس أي لورنس العرب الذي كان صديقه ومستشاره ومحط ثقته والذي كان يقوم بمهمة المترجم له أي أنه كان رفيقه الذي لا يفارقه وإذ أدرك الفرنسيون أن القبول بفيصل ناطقا باسم سوريا يعني في الواقع التنازل عن سوريا إلى بريطانيا فقد جاءوا بقادة سوريين من اختيارهم وأبرز هؤلاء كان مقيما في فرنسا منذ سنين عديدة وبعضهم كان يعيش في فرنسا تحت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية وادعى الفرنسيون أنه بالرغم من أوجه الشبه في اللغة والدين بين السوريين والعرب فالسوريون ليسوا عربا وهم جديرون ببلد يخصهم تحت توجيه فرنسا رد لو جورج بهجوم مضاد إذ ربط تعاون بريطانيا مع فرنسا في مواجهة ألمانيا في أوروبا بحل مسألة سوريا وكانت المسألة الألمانية ذات أهمية طاغية بالنسبة لكليمنسو وكان قد أقام الدليل على هذه الأهمية في نهاية عام 1918 عندما تنازل عن فلسطين والموصل إلى لو جورج من أجل تعزيز التحالف الإنجليزي الفرنسي كان كليمنسو قد وصل إلى أقصى حد يستطيع الذهاب إليه من الناحية السياسية فعندما قبل بفيصل زعيما لسوريا بشرط قبوله الشروط الفرنسية كان قد قطع كامل الشوط فإذا طلبت إليه بريطانيا أن لا يكتفي بقبول فيصل بل أن يقبل أيضا بالاستقلال العربي الكامل تكون قد طلبت إليه تجاوز هذا الشوط وتدمير نفسه سياسيا مع ذلك كان كليمنسو بحاجة إلى مساعدة بريطانية في مواجهة ألمانيا وعندما قررنا لويد جورج المسألتين فإنما وضعه في موقف ممض وفي نطاق اجتماعاتهما كثيرا من فجر الرئيس الوزراء فرنسا غيظا بسبب ما أصابه من إحباط وذات مرة دفعه غيظه إلى تحدي لويد جورج للمبارزة وخيره بين السيف والمسد السلاحا للمبارزة وهذا الوضع الذي وجد كليمنسو نفسه فيه ليس عائدا إلى أنه لم يبسط موقفه بصراحة فقد قال مرة لأحد مستشاري لويد جورج أن الرأي العام السياسي في فرنسا لن يسمح بالتخلي عن مطالب فرنسا في سوريا اقتباس وأنه شخصيا غير معني عناية خاصة بالشرق الأدنى نهاية الاقتباس ولكن فرنسا اقتباس قامت دوما بدور كبير هناك وأن الرأي العام الفرنسي يتوقع تسوية تتلاءم مع وضع فرنسا وأنه لا يستطيع قبول أية تسوية لا تلبي هذا الشرط نهاية الاقتباس لم تكن في كلامه أية مبالغة وهذا ما دلت عليه الحملة الصحفية التي نظمها مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية على رئيس وزراء بلدهم في جريدتي لو تان ولو جورنال دو دي با فزعموا أنه فرط بالكثير للبريطانيين ولكن لو جورج تابع الضغط من أجل مزيد من التنازلات وواصل نقض ما اعتبرها كليمنسو التزامات بريطانية ثابتة لفرنسا قال كليمنسو اقتباس لن أتراجع عن شيء بعد الآن إن لو جورج شخص غدار نهاية الاقتباس لم يتضح بعد ما الذي جعل لو جورج مصمما إلى هذا الحد على استبعاد فرنسا من الشرق الأوسط كان موقف لو جورج المعلق من مطالب فرنسا في سوريا وفي كيليكيا أي المنطقة الواقعة شمال سوريا والمحاذية لها هو أن القوات البريطانية ستواصل الاحتلال من أجل المحافظة على السلام بين الفرنسيين وعرب فيصل ولكن هذا السلام كان سلاما أحادي الجانب فرضته بريطانيا لقد واصلت قوة فرنسية صغيرة احتلال منطقة ساحلية ضيقة مركزها بيروت وواصلت الوحدات العربية من جانب منطقة فيصل القيام بغارات خاطفة على الفرنسيين ووفر جنود قوات الجنرال إلمبي البريطانية الحماية لمنطقة فيصل من الأعمال الثأرية الفرنسية لقد أنظر الجنرال إلمبي بأن الحرب قد تنشب بين العرب والفرنسيين وبدأ أن الرئيس ويلسون حمل هذا الإنذار على محمل الجد فكان رد فعله اقتراحا باغة كل من لوي جورج وكليمينسو لقد دعا في اقتراحه إلى إرسال لجنة إلى الشرق الأوسط للتثبت من رقبات سكانه وقد رأى المسؤولين الفرنسيون والبريطانيون المخضرمون أن هذا الاقتراح صبياني اعتقادا منهم أنه لا وجود في الشرق الأوسط لرأي عام بالمفهوم الأوروبي أو الأمريكي أما بالنسبة إلى لوي جورج فقد كان الاقتراح مرعبا لأن إرسال اللجنة يتطلب وقتا طويلا مع ذلك حاول رئيس الوزراء البريطاني أن يستفيد من الاقتراح على أفضل وجه وذلك بمحاولة جعل اللجنة تركز اهتمامها حصرا في مطالب فرنسا ومقاومة هذه المطالب من قبل العرب الذين تريد فرنسا أن تحكمهم كان البريطانيون مثلهم مثل الفرنسيين قد تقدموا بمطالب ضخمة في الشرق الأوسط ولكن لوي جورج أفلح في الحيلولة دون تمحيص المطالب البريطانية وعندما جاءت لجنة التحقيق التي اقترحها الرئيس ويلسون للتثبت من رغبات الشعوب الشرق الأوسط لم تذهب إلى بلاد الرافدين حيث أقامت الهند البريطانية حكما مباشرا وكذلك شجع البريطانيون الذين أعلنوا مصر محمية بريطانية في تأمين الاعتراف الأمريكي بهذا الامتداد لحكمهم وبالتالي لم تدرج مصر في جدول أعمال مؤتمر الصلح وفي مطلع عام 1919 أضيفت بلاد فارس أيضا إلى منطقة النفوذ البريطاني باعتبارها محمية غير رسمية وتحقق ذلك أيضا خارج مؤتمر الصلح باتفاقية بين البلدين تم التوقيع عليها في التاسع عشر من آب أغسطس 1919 ثم أن سيطرت بريطانيا على مشيخات الخليج الفارسي التي جرى تنظيمها خلال الحرب لم تبحث ولم ينازعها فيها أحد في مؤتمر باريس وكان هذا أيضا شأن وضع بريطانيا المتميز في شبه جزيرة العرب الذي ضمنه تحالف بريطانيا مع الحسين وابن سعود وقد جعل منهما هذا التحالف حاكمين مشمولين بحمايتها وبما أنه تم الاتفاق مسبقا بين لويد جورج وكليمنسو على أن تكون فلسطين من نصيب بريطانيا فلم يبقى موضوع نزاع على جدول أعمال اللجنة سوى سوريا وفيما كانت الملاسنات تشتد وتزداد حدة في مؤتمر الصلح رفض كليمنسو إرسال الفرنسيين الذي يفترض اشتراكهم في اللجنة وشعر لويد جورج فجأة بالقلق من أن يكون قد ذهب بعيدا جدا في مناوأة فرنسا فقرر هو أيضا عدم إرسال أعضاء بريطانيين المشتركة في اللجنة وهكذا فإن عضوي اللجنة الأمريكيين وهنري كينغ عميد كلية أوبرلين في ولاية أوهايو وشارلز كرين أحد رجال الأعمال في شيكاغو وأحد المتبرعين بالمال الحزب الديمقراطي شرع وحدهما في المهمة الموكلة إليهما سافرت لجنة كينغ كرين إلى سوريا وفلسطين حيث كان الضباط البريطانيون في أغلب الأحوال في وضع يمكنهم من تقرير من الذي يجب أن يدلي بشهادته ومن الذي يجب أن لا يدلي بشهادته أمام اللجنة وقد استشاط الفرنسيون غضبا من جراء الاستغلال البريطاني وتنظيم بريطانيا للشهود والشهادات ولكن لم تكن لذلك أهمية لنهاية الأمر إذ أن تقرير اللجنة لم ينظر فيه إطلاقا ولم يكن له أي دور رسمي ولم يعلن نصه إلا بعد أكثر من ثلاث سنوات لقد زاد تحقيق لجنة كينغ كرين من روح العداء بين فرنسا وبريطانيا وخلق لدى فئات عربية عديدة آمالا كاذبة مما جعل جيرت رود بيل الاختصاصية في شؤون الشرق الأوسط تندد به وتعتبره خدعة إجرامية وعلاوة على ذلك استغرقت تحقيقات اللجنة وقتا طويلا جدا بينما كان لوي جورج يشعر أنه لم يعد لديه الوقت الكافي لم تكن بريطانيا جادة في فكرة انتداب أمريكي على فلسطين وإنما اقترحت أن يؤول انتداب عصبة الأمم إلى الولايات المتحدة لكي تحتل وتحكم أجزاء من الأناضول والقسطنطينية والدردنيل وأرمينيا والقوقاز وفي نهاية الأمر تقلصت هذه الانتدابات لتشمل فقط القسطنطينية والدردنيل وأرمينيا كان ثمة سببان لرغبة بريطانيا في أن تتولى الولايات المتحدة هذه الانتدابات أولهما زج الولايات المتحدة في التسوية الشرق أوسطية من أجل تأمين مساعدة الولايات المتحدة في مساندة شروط التسوية والثاني هو أن ترابط الولايات المتحدة على خطوط الجبهة إذا ما عن لروسيا السوفيتية أن تهاجم تركيا وقد أوضح ويلسون وغيره من الأمريكيين في باريس أنهم سيواجهون صعوبة في إقناع الكونغرس بقبول الانتدابات ومع ذلك أخذ الرئيس الأمريكي على عاتقه أن يحاول وتبين أن في هذا ما يبطل ما رسم له لويد جورج فقد كان على رئيس وزراء بريطانيا وبعد أن مر وقت طويل منذ أن اتضح الفشل أن الفشل مصير محاولة ويلسون أن ينتظر ردا أمريكيا رسميا وبدأ أن الرد لن يأتي قبل انقضاء زمن طويل في 29 حزيران يونيو 1919 بعد انقضاء أكثر من 6 شهور على وصول الرئيس الأمريكي إلى أوروبا من أجل مؤتمر الصلح عاد ويلسون إلى الولايات المتحدة للمرة الأخيرة وفيما كان ويلسون يوجه حملته إلى الشعب مباشرة انهار من الإعياء ودخل في حالة شلل جزئي جسدي وسياسي لقد هزم مجلس الشيوخ الأمريكي برنامج الرئيس ومن ضمنه إبرام معاهدة فيرساي والتزام الولايات المتحدة بعصبة الأمم بينما كان الرئيس الأمريكي يرتكب حماقة سياسية إثر أخرى بحيث دفع الذين كان يأمل في مساندتهم إلى معارضته أصيب ويلسون بالشلل في الجانب الأيسر من جسمه ولعل تفكيره أيضا قد تأذى وبالرغم من علته رفضه وزوجته وزوجته هو أن يوكل سلطته إلى آخرين بعد ذلك بسنوات بعد زمن طويل منذ وفاة ويلسون كتب لو جورج عن مرض الرئيس الأمريكي فقال إن ملكة الوحيدة التي لم تصب بأذى حتى النهاية هي عناده العجيب نهاية الاقتباس منذ تموز وحتى تشرين الثاني نوفمبر 1919 أرجئت جميع القرارات الخاصة بالامبراطورية العثمانية ريثما يتبين الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة من قبول الانتداب على القسطنطينية وأرمينيا ولكن الرئيس ويلسون وبعد أن تعافى جزئيا لم يقترح الانتداب الأمريكي على أرمينيا حتى 24 أيار مايو 1920 وفي الأسبوع التالي رفض مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاقتراح وقد كتب موريس هانكي في مفكرته اقتباس إننا لا نستطيع أن نمضي في المعاهدة التركية حتى نعرف هل سيقبل الأمريكيون انتدابا في تركيا نهاية الاقتباس ونبه في مفكرته إلى احتمال وقوع حادثة في الأناضول ما لم تعقد معاهدة بسرعة وقد اشتكى لويد جورج من أن ويلسون وضع الحلفاء اقتباس في موقف يستحيل قبوله نهاية الاقتباس إن انهيار الحليف الأمريكي دفع لويد جورج إلى مصالحة فرنسا وإيطاليا ولكن رئيس الوزراء البريطاني وجد نفسه الآن مضطرا للتعامل مع قادة من الحلفاء سهولة التعامل معهم أقل كثيرا من سهولة التعامل مع الحليف الأمريكي وكان القادة الإيطاليون الجدد أكثر ميلا للحصول على امتيازات تجارية بدلا من الحصول على تنازلات أقليمية ولذلك كان توجههم نحو معارضة تقسيم تركيا الذي اقترحه لويد جورج وليس إلى المشاركة فيه لا سيما أن وزير الخارجي الإيطالي الجديد 1921 الكونت كارلوس نورزا كان متعاطفا مع القومية التركية وفي فرنسا أخفق كليمنسو في انتخابات الرئاسة في عام 1920 ولذلك استقال من رئاسة الحكومة واعتزل الحياة السياسية وقد عز لويد جورج إخفاق كليمنسو في جانب منه إلى استعداده لتقديم تنازلات إلى بريطانيا في الشرق الأوسط ولم يكن لدى إليكزاندر مييران الذي خلف كليمنسو في رئاسة الحكومة ميل مماثل إلى تقديم هذه التنازلات ولدى اجتماع الحلفاء في نهاية الأمر في رقم 10 شارع داونينغ مقر رئاسة الحكومة البريطانية بتاريخ الثاني عشر من شباط فبراير 1920 للبدء في صياقة المعاهدة الإنجليزية تحدث اللورد كورزن باسم رئيس وزراء بريطانيا وباسمه شخصيا إذ قال اقتباس إن التأخير في التفاوض على المعاهدة سببه حصرا أن القوى المعنية اضطرت إلى انتظار قرار الولايات المتحدة وكان أقرب إلى الصواب لو قال أن التأخير عائد إلى محاولة لويد جورج أن يستغل الولايات المتحدة ضد حلفاء بريطانيا في زمن الحرب كان ويدرو ويلسون قد تنبأ بأن السلام لن يدوم ما لم تكن شروطه في أساسها منصفة لجميع الجهات وقد رأى كثيرون آنذاك ورأى كثيرون منذ ذلك الحين أن شروط التي فرضها الحلفاء على أعدائهم المهزومين كانت فشلا ذريعا من هذه الناحية وقد استذكر فليكس فرانك فورتر فيما بعد اقتباس أن الشهور التي أمضيتها في مؤتمر الصلح في باريس ربما كانت الأتعس في حياتي فتزايد خيبة الأمل في الآمال الكبرى التي ولدها كلام ويلسون المفعم نبلا لم تختلف عن المشاعر التي التي يولدها موت الأقربين نهاية الاقتباس ولعل ويلسون قد رفع آمال العالم إلى حدود عليا وعندما حدثت فيما بعض انتفاضات في الشرق الأوسط وجه موريس هانكي اللوم إلى النقاط الأربعة عشرة التي أعلنها ويدر ويلسون وإلى اقتباس مبدأ تقرير المصير الذي أعلنه ويستحيل تطبيقه نهاية الاقتباس وعلاوة على أي قرارات محددة اتخذت في مؤتمر الصلح كان هناك شعور عام بأن ثمت خطأ جسيما في مؤتمر الصلح عينه وبالمفهوم العام وفي ضوء حكم الناس على الحلفاء من خلال الوعود التي قطعوها والمبادئ التي أعلنوها في زمن الحرب كانت طريقة اتخاذ القرارات تشكل خيانة فالقرارات كانت بأي حساب حتى بحساب المشتركين في مؤتمر الصلح تتخذ من دون توافر إلا القليل من المعرفة أو القليل من الاهتمام بالأراضي والشعوب التي تتعلق بها هذه القرارات وهذا ينطبق حتى على شروط الصلح التي فرضت في أوروبا ويصدق أكثر من ذلك في الشروط التي فرضها الأوروبيون على الشرق الأوسط البعيد وغير المألوف كان بيلفور يراقب ويلسون ولويد جورج وكليمنسو في المؤتمر معتمدا من حيث الخبرة على موريس هانكي فقط قوس الذي كان في الحادية والأربعين من عمره عندما انعقد مؤتمر الصلح أي كان أصغر من بيلفور بنحو خمس وثلاثين سنة نهاية القوس والصورة التي رسمها بيلفور لهم هي اقتباس أنهم ثلاثة رجال جد أقوياء وجهلة يجلسون في المؤتمر ويتقاسمون قارات وقد أسلموا قيادتهم لا لأحد سوى لولد صغير نهاية الاقتباس كتب أحد الدبلوماسين الإيطاليين اقتباس أن المنظر العام في مؤتمر الصلح في باريس هو أن واحدا أو آخر من رجال الدولة في العالم يقف أمام خريطة ويتمتم لنفسه قائلا لناء يعني اقتباس أين ذلك أو تلك العين نهاية الاقتباس بينما هو يبحث بسبابته عن مدينة ما أو نهر ما لم يسمع به ما قط من قبل نهاية اقتباس الدبلوماسي الإيطالي إن لوي جورج الذي ما فتئ يطالب بأن تحكم بريطانيا فلسطين من دان إلى بئر السبع حسب التعبير التوراتي كان يجهل أين تقع دان وقد بحث عنها في أطلس توراتي من أطالس القرن التاسع عشر وانقضى نحو عام على توقيع الهدنة قبل أن يتمكن الجنرال إلمبي من إبلاغه أنه تمكن من معرفة موقع دان وبما أن هذا الموقع ليس حيث يعني ليس حيث يريده رئيس الوزراء أن يكون فقد طالبت بريطانيا بحدود أبعد شمالا خلق المشاركون في مؤتمر الصلح انطباعا بأن معظم الأطراف المعنية في الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى يجري إقصاؤها عن المداولات وبدلا من حضور جميع الدول الحليفة اجتمعت خمس منها فقط في المرة الأولى لإعداد خطة المفاوضات ثم حل محلها مجلس الأربعة قادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وقد حدثت في إيطاليا خلافات وصعوبات داخلية حملتها على الانسحاب كذلك فإن السياسة الداخلية حملت الولايات المتحدة أيضا على الانسحاب وعند بحث الشرق الأوسط بعد انقضاء عام على توقيع الهدنة قال وزير الخارجية الفرنسي لوزير الخارجية بريطاني الذي وافقه على كلامه الاقتباس أنه لم يبقى سوى فريقين يجب أن تدرس مصالحهما دراسة جدية وأن يجري التوفيق بينها وهم بريطانيا العظمى وفرنسا نهاية الاقتباس وانطلق معا في اتخاذ القرارات بشأن الممتلكات العثمانية مع ذلك كانت هناك عشرات الأطراف الأخرى التي تتأثر ومصالحها بهذه القرارات وقد ازداد وقد ازداد عدد هذه الأطراف بازدياد عدد الناطقين باسمها وعلى سبيل المثال كان في مؤتمر وفدان رئيسيان متنافسان من أرمينيا وإضافة إليهما كان هناك نحو أربعين وفدا أرمينيا مستقلا لقد جاء عشرة ألاف إنسان إلى باريس من أجل مؤتمر الصلح وقد أبرزت جحافل المطالبين بحقوقهم الجالسين على المقاعد الخلفية صغر حجم المصالح التي أخذتها بعين الاعتبار الحكومتان المتبقيتان لاتخاذ القرارات كانت المطالب الأدبية والوعود التي قطعت في زمن الحرب هي سلعة أولئك الذين جاءوا لعرض قضاياهم كانت نصوص التعهدات التي قطعها قادة الحلفاء في زمن الحرب ولسيما مسؤولون حكوميون بريطانيون مختلفون يجري تمحيصها ومقارنتها والحقيقة أن الباحثين ما زالوا يفعلون ذلك حتى الآن لمعرفة هل يمكن قراءة تلك التعهدات بطريقة تجعلها متجانسة مع بعضها بعضا وكأن تلك التعهدات قد أوجدت حقوقا يمكن وضعها موضع التنفيذ بواسطة القضاء إن اتفاقية القسطنطينية سنة 1915 ومعاهدة لندن 1915 ومراسلات الحسين مكماهون 1915 1916 واتفاقية سايكس بيكو 1916 واتفاقية سان جون دو موريان 1917 وإعلان بيلفور 1917 ورسالة هوغارت 1918 والإعلان الموجه إلى السبعة 1918 والإعلان البريطاني الفرنسي 1918 وكذلك النقاط الأربعة عشرة التي أعلنها الرئيس ويدرو وولسون في الثامن من كانون الثاني يناير 1918 ومبادئه الأربعة في الحادي عشر من الشباط فبراير 1918 والأهداف الأربعة في الرابع من تموز يوليو 1918 والخصوصيات الخمس سبعة وعشرين يوليو سبتمبر 1918 كانت ضمن بيانات كثيرة طرحها المدعون المتنافسون طالبين الوفاء بها وكأنها سكوك مالية أو عقود قانونية لقد كان ديفيد لوي جورج يرى في المفاوضات عملية مساومة أكثر مما هي عملية قضائية وكان فخورا بما استطاع تحقيقه في التسويع الشرق الأوسطية لقد أحرز مكاسب مادية لبريطانيا وفي إشارة منه إلى الأسنية الأسنية قال رئيس الوزراء لصديق حميم لا بأس اقتباس لا بأس لقد عاد ويلسون إلى بلاده حاملا حزمة من أوراق الأسنية أما أنا فقد عدت وملء جيبي جنيهات ذهبية بشكل المستعمرات الألمانية وبلاد الرافدين إلى أخيره كل يتصرف حسب ذوقه الأسنية هناك ملاحظة الأسنية الأسنية هي العملة الورقية الفاقدة للقيمة التي صدرت في فرنسا خلال الثورة الفرنسية يعني أمر غريب لقد نجح رئيس الوزراء بريطانيا في نهاية الأمر في إضافة نحو مليوني ميل مربع إلى الإمبراطورية البريطانية لم يكن لويد جورج متعاميا عن الاعتبارات الأدبية في الموضوع لكن تفسيراته كانت لها كانت شرسة في تحييزها وقد كتب بعد أكثر من عقد من السنين مدافعا عن معاهدات الصلح فالدعا اقتباس إن معاهدات باريس تشكل أكبر قدر من التحرير الوطني لأمم كانت محكومة من غيرها وجاء تحريرها بموجب تسوية معروفة في أعقاب حرب من الحروب فما من تسوية صلح حققت خلاصا لمثل هذا العدد من القوميات التي كانت ترزح تحت حكم الطبيان الأجنبي كالخلاص الذي حققته تسوية 1919 النهاية الاقتباس كان يستشيط غضبا بصورة خاصة لدى سماعه الإدعاءات القائلة أنه لم يفي بالتعاهدات التي قطعت للشعوب الناطقة باللغة العربية وقد قال اقتباس لقد وفى الحلفاء بالوعود التي قطعوها في هذه الإعلانات وفاء كاملا وما من عرق استفاد من إخلاص الحلفاء في الوفاء بعودهم للأعراق المقهورة أكثر مما استفاد العرب وبفضل التضحيات الجسيمة التي قدمتها الأمم الحليفة وبصورة أخص بريطانيا وامبراطوريتها كسب العرب الاستقلال في العراق وشبه الجزيرة العربية وسوريا وعبر الأردن أي يعني إمارة شرق الأردن وبالرغم من أن معظم الأجناس العربية قاتلت طوال الحرب إلى جانب الأتراك مضطهديهم نهاية الاقتباس وأضاف بصورة خاصة اقتباس أن العرب الفلسطينيين قاتلوا في سبيل الحكم التركي نهاية الاقتباس لعله كان أقدر على فرض تسويته الشرق وسطية بصورة أكثر فاعلية لو أنه توصل إليها في نهاية عام 1918 ولكن محاولة التراجع عن تعهدات بريطانيا في زمن الحرب استغرقت قدرا كبيرا من الوقت وفوتت وفوتت ومع حلول صيف عام 1920 كان قد فات الأوان لكان يفرض رئيس وزراء بريطانيا شروطه على حلفائه في الحرب وعلى الشرق الأوسط الذي كان يزداد اضطرابا لأن رئيس الوزراء لم يعود عنده في ذلك الحين العدد الكافي من الجنود لفرض هذه الشروط وهذا ما حذر منه تشيرتشيل مرارا الفصل الثالث العالم غير الحقيقي لمؤتمرات الصلح اقتباس الدبلوماسية عن طريق المؤتمر نهاية الاقتباس عبارة تعزى تعزى إلى موريس هانكي في وصفه لوقاع أعمال لو جورج في سنوات ما بعد الحرب وصارت هذه العبارة تمثل الوصف القياسي للعالم غير الحقيقي الذي عاش فيه رئيس وزراء بريطانيا فقد أقصى نفسه إلى أبعد حد إلى أبعد حد استطاعه عن مسؤوليات منصبه الأخرى وأمضى أكثر من ثلاث سنوات في حضور اجتماعات دولية هدفها تحديد شكل العالم بعد الحرب وقد بدأت الاجتماعات بين الحلفاء بمجرد توقيع اتفاقات الهدنة وتطورت لتصبح حياه لقد حضر لولد جورج فيما بين 1919 و1922 ما لا يقل عن 33 مؤتمرا دوليا بل إنه كان قبل بدء هذه المؤتمرات قد انهمك في اجتماعات غير رسمية كالتي عقادها مع كليمنس ومع ويلسون في لندن في أواخر عام 1918 إن الأعمال التمهيدية الرسمية لمؤتمر الصلح بدأت في باريس في كانون الثاني يناير 1919 وانتقلت إلى أماكن أخرى بين وقت وآخر وكان موضوع البحث هو الشروط التي ينبغي فرضها على الامبراطوريات الألمانية والنمساوية الهنغارية والعثمانية وبلغاريا حليفة هذه الامبراطوريات إن القرارات المتعلقة بالامبراطورية العثمانية قد اتفق على الجانب الأكبر منها في المؤتمر الأول الذي انعقد في لندن بدءا من شباط فبراير 1920 وتم وتم تثبيتها في منتج الريفيرا الإيطالي سان ريمو نيسان أبريل 1925 واتخذت شكل معاهدة تم التوقيع عليها في سيفر إحدى ضواحي باريس السكنية في العاشر من آب أغسطس 1920 كانت الحقيقة الحاسمة فيما يتعلق بالتفاوض على تسوية الصراع في الشرق الأوسط أن هذه المفاوضات المفاوضة استغرقت وقتا طويلا والمعاهدة مع الامبراطورية العثمانية كانت آخر معاهدات الصلحة التي تم التوقيع عليها كانت البداية محادثات غير رسمية بين اللويد جورج وكليمنسو بعد الهدنة وتطلب الأمر 16 شهرا للتوصل إلى اتفاق على الأمور الهامة وأربعة أشهر أخرى للفراغ من بقية المواضيع والتوقيع على معاهدة أي أن الأمر بمجمله تطلب نحو سنتين للتوقيع على معاهدة الصلح مع الامبراطورية العثمانية مع أن اللويد جورج كان تنبأ في البداية أن الأمر يتطلب نحو أسبوع فقط وبسبب التأخير الطويل تطورت الأوضاع واقتضت اتخاذ قرارات ثبت في النهاية أنها أهم من أحكام المعاهدة نفسها لقد ظن رجال الدولة الحلفاء أنهم بما فعلوه في سان ريمون قرروا مستقبل آسيا الناطقة بالعربية وأنهم بما فعلوه في سيفر قرروا مستقبل الامبراطورية العثمانية الناطقة بالتركية ولكن ثبت أن ما لم يفعلوه في عام 1918 و1919 كان له أكبر كان له تأثير أكبر على المنطقتين كلتيهما لقد أعلن لو جورج في البداية أنه يستحيل على بلاده أن تبقى إلى مال النهاية على جيشها المؤلف من مليون و84 ألف رجل والذي يحتل الامبراطورية العثمانية ولابد أن نتذكر أن تشيرتشيل وهيئة الأركان العام أكد له الحاجة إلى التوصل إلى تسوية ما دامت لديه قوات لتنفيذها ولكن مع حلول لصيف 1919 أي بعد انقضاء نحو ستة أشهر تم إبلاغ مجلس الوزراء البريطاني أن جيش الاحتلال انخفض عدده بأكثر من الثلثين أي إلى 320 ألف جندي ومع تلاشي الجيش التزم قادته بجدول زمني للانسحاب فرض على رئيس الوزراء وهو في مؤتمر الصلح سلسلة من المواعيد النهائية فرض على رئيس الوزراء وهو في مؤتمر الصلح سلسلة من المواعيد النهائية وهذا ما فعله أيضا استنزاف الموارد المالية البريطانية أما في الشمال على امتداد حدود القوقاز مع روسيا فقد بقيت القوات البريطانية في مكانها على أمل إقناع الولايات المتحدة أو إيطاليا أو فرنسا بأن تحل محلها لتدافع عن أرمينيا وجورجيا وأذريبيجان التي استقلت حديثا إذا ما استعادت روسيا أو تركيا ما يكفي من القوة لمهاجمة هذه البلدان المستقلة ولكن بريطانيا كانت تفتقر إلى الرجال والمال لتأخذ المهمة على عاتقها مما اضطرها في نهاية الأمر إلى التخلي عن مسؤولياتها وعندما أمر رئيس الوزراء البريطاني القوات البريطانية بمغادرة هذه الأراضي التي كانت سابقا روسية تجاهل اعتراضات وينسون تشيرتشيل الشديدة لقد كانت تشيرتشيل بالرغم من كل حماسته الأخيرة لسحب القوات البريطانية مشاغبا في موضوع الشعوعية وكان مستعدا لإرسال الرجال والمال إلى روسيا للإطاحة بالنظام السوفيتي وحتى موريس هانكي الذي كان يؤمن أن البلشفية ستكون في السنين القادمة الخطر الأعطم على أوروبا وصفت تشيرتشيل الاقتباس بأنه مهوس في حماسته لمساندة أعداء البلشفية نهاية الاقتباس كانت تشيرتشيل مصمما إلى حد الهوس على الاحتفاظ بالقوات البريطانية شمال الحدود التركية لمساعدة البيض على محاربة الحمر في الحرب الأهلية الروسية ولكن مخاوف لويد جورج السياسية كانت من نوع آخر فقد أبلغ رئيس الوزراء هانكي أنه حريص على إخراج جميع القوات البريطانية من الأراضي الروسية السابقة لكي يحول دون أن تصبح هذه القوات غير يعني غير مستقرة ولعله كان يعني بذلك أنه يريد أن يحول دون إصابتها بعدوى الحمى الراشحة الثورية وبناء على أوامره جلت القوات البريطانية في صيف عام 1919 عن المناطق الواقعة شمال الحدود الروسية التركية أما جنوب الحدود الروسية القديمة في الوديان وبين الجبال التي يمر فيها خط حدود تركيا الحالية مع سوريا والعراق وإيران فتوجد منطقة تعرف بصورة غير دقيقة باسم كردستان وكان المسؤولون البريطانيون يفكرون في فرض رعايتهم على محمية أخرى من محمياتهم في هذه المنطقة ولكن المنطقة تقع ضمن الإطار الموعود لفرنسا بموجب اتفاقية سايكس بيكو ولذلك ارتأ البريطانيون إنشاء سلسلة من الدول الكردية ذات الحكم الذاتي على أن يوجد فيها مستشارون سياسيون بريطانيون وأن يطلب إلى الفرنسيين أن يقروا للشعب الكردي بحق تقرير المصير وفقا لروح مبادئ ويلسون والأكراد شعب جبلي عريق لم يتوحد قط وطاقاته وجهت إلى خصومات عنيفة مع الجيران وخصوصا العرب والأرمن وقد نتجت عن المحاولة البريطانية لتنظيمهم في عام 1919 ثلاث انتفاضات إذ أن الأكراد ثاروا على القادمين الجدد البريطانيين وما لبثت القوات البريطانية أن انسحبت من كردستان وأما ضمن تركيا فقد استمر الوضع البريطاني في التفكك كانت السلطات البريطانية لا تزال معتمدة على هدنة مودروس إن وثيقة الهدنة المقتضبة كانت بمجملها تقريبا تعالج أمورا تتعلق بشؤون سلاح البحرية والشؤون العسكرية وتطلب إلى السلطات التركية أن تسرح جميع قواتها المسلحة ما عدا تلك التي تطلبها الحفاظ على النظام العام وقد كدست القوات العثمانية أسلحتها وذخائرها في حفر في الأرض وأشرف ضباط بريطانيون على الاستسلام وأخذوا يجوبون المناطق الريفية في مجموعات من اثنين أو ثلاثة كانت أحكام الهدنة تسمح للسلطات العثمانية بأن تظل مشرفة على الجزء المتبقي من الإمبراطورية أي الجزء الناطق بالتركية مع احتفاظ الحلفاء بحق احتلال نقاط استراتيجية إذا ما نشأ وضع يهدد أمنهم ومن الناحية العملية حلت سيطرة الأسطور البريطاني على الساحل مقرونة بالإشراف على شبكات الاتصال والنقل محل الاحتلال العسكري لتركيا بقيت القسطنطينية العاصمة نظريا مدينة غير محتلة مع أن قوات الاحتلال كثيرا ما كانت تشاهد فيها وكان الأسطور البريطاني راسيا قبالة المدينة كما أن الجنرال الفرنسي لويس فرنشيد ديسبيري قائد قوات الحلفاء في الجزء الأوروبي من الامبراطورية العثمانية دخل إلى المدينة دخول الظافرين راكبا جوادا أبيض غير أن الحكومة العثمانية التي تألفت لتفاوض على الهدنة سرعان ما عزلها محمد السادس الذي اعتلى عرش السلطنة في حزيران يونيو 1918 وكان همه الأكبر أن يحتفظ بعرشه وتحقيقا لهذه الغاية اتبع سياسة السعي لكسب رضاء الحلفاء وعندما أخذ السياسيون الأتراك يعارضون مطالب الحلفاء ومقترحاتهم حل البرلمان وبدأ يحكم بمرسوم وما لبث السلطان محمد السادس أن عين صهره زوج أخته لرأسة الوزراء وبذلك اكتملت العودة من الحكم الدستوري إلى الحكم الفردي غير أن حكومة السلطان لم تسلم من وجود من يتحدها فقد كانت شبكات مدنية وعسكرية تابعة لحزب تركيا الفتاة ناشطة في سائر أنحاء الأناضول كما أن وزارة الحربية اقطاعية أنور أنور باشا ظلت إلى حد كبير تحت إشرافه وهؤلاء جميعا تآمروا على السلطان الجديد ووزرائه آملين أن يحمل الحلفاء على عرض شروط أفضل للصلح وخارج العاصمة كانت السلطة بكاملها تتهاوى وقد حدثت في الداخل فورة سلب وأعمال قطع طرق ونزاعات أهلية لقد سبب انهيار النظام في سائر أنحاء آسيا الصغرى قلقا للحلفاء وخصوصا عندما نجمت عنه تهديدات لسلامة المسيحيين وعندما هاجم الأتراك المسلمون القرى اليونانية خلف ميناء سمسون الواقع على البحر الأسود طلب الحلفاء إلى رئيس الوزراء التركي أن يتخذ إجراء أن يتخذ إجراء دب الرعب في نفس رئيس الوزراء فتشاور مع وزير الداخلية بالوكالة الذي أبلغه أن لا سبيل للسيطرة على الوضع من داخل القسطنطينية وإنه لا بد من إرسال ضابط إلى الميدان لمعالجة الأمور في مواقعها واقترح وزير الداخلية بالوكالة اسم صديق له وهو الجنرال مصطفى كمال بطل غاليبولي الذي حالت معارضته لأنور دون تسلمه المناصب القيادية الكبرى التي استحقها خلال الحرب فوافق رئيس الوزراء على الاقتراح ونجح مصطفى كمال في الحصول على سلطات مدنية وعسكرية استثنائية واسعة بصفة مفتش عام للجيش التاسع الذي كان مسؤولا عن معظم الأناضول مساء السادس من أيار مايو 1919 توجه مصطفى كمال يعني إلى سمسون في بداية رحلة من أكبر الرحلات السياسية في القرن العشرين وعندما وعند منتصف الليل سارع ويندهم ديدز خبير المخابرات البريطانية في الشؤون العثمانية إلى الباب العالي ليحذر الصدر الأعظم من السماح لكمال بالذهاب ولكنه فوجئ بأنه وصل بعد فوات الأوان كان مصطفى كمال قد انطلق إلى صمصن وغايته وهذا ما يبدو أن ويندهم ديدز قد استشعره هي تجميع قوات من سائر أنحاء تركيا لمقاومة شروط الحلفاء للصلح إذا ما ثبت أنها شديدة القسوة وكانت هذه القوات في جزء كبير منها تتألف من جنود عثمانيين في المناطق غير المحتلة في وسط تركيا وشرقها وشرع مصطفى كمال يخطط الوضع نفسه على رأس هذه القوات متسلحا بالتفويض الذي حصل عليه من السلطان وبمهاراته الهائلة كانت تركيا في الفترة من عام 1918 إلى 19 بلادا يخيم عليها الظلام وتعاني من البرد فالوقود كان نادرا ومصابح اسطنبول كانت خافتة الضوء وفي بقية البلاد أيضا دخلت الأراضي التي كانت عند بداية الحرب تشكل الممتلكات العثمانية في حالة ما يسمى الوجود الغسقي وهي حالة يعرفها القانون الدولي بموجب الأنظمة الملحقة باتفاقية لهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين وعراف الحرب على الأرض وبما أن بريطانيا كانت دولة الاحتلال في معظم هذه الممتلكات فقد كان واجبها المحافظة على الأمور كما كانت في ظل القانون العثماني ريثما يتخذ قرار النهائي بشأن مصيرها وكان لا بد لهذا القرار من أن يتخذ شكل معاهدة صلح بين الامبراطورية العثمانية والدول المنتصرة عليها ولم تظهر أي تصعوبات في الجانب العثماني فالسلطان كان يعيش في ظل السفن الحربية البريطانية وفي خوف من فقدان عرشه وربما كان مستعدا للتوقيع على أي وثيقة يضعها أمامه قائد البحرية البريطانية أما الحلفاء فما كان عليهم إلا أن يقرروا فيما بينهم الشروط التي يريدون فرضها تبدل تبدل الموقف تبدلا كبيرا في أيار مايو 1919 عندما قرر الرئيس ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج الإيقاع بين اليونانيين والإيطاليين في الأنضول وكان الأثر غير المقصود لهذا القرار هو إثارة آمال اليونانيين ومخاوف الأتراك من أن تكون اليونان عائدة إلى آسيا الصغرى من أجل البقاء فيها إن كراهية الأتراك المسلمين لمجموعتي السكان المسيحيين الكبيرتين في وسطهم أي اليونانيين والأرمن كان لها دائما أثر شديد وعاد هذا الأثر ليظهر الآن حتى في حالة الإنهاك التي تعاني منها تركيا وبينما كان رجال الدولة الحلفاء لاهين ومتجهين بأبصارهم إلى ناحية أخرى كان الجنود العثمانيون في المناطق الداخلية للأناظول يتجمعون ويعودون للاستلاء على أسلحتهم من الأماكن التي كدسوها فيها بعد أيام من شيوع نبأ الإنزال اليوناني في أزمير صدر الأمر إلى المفتش العام مصطفى كمال بالعودة إلى القسطنطينية لكنه عصى الأمر واجتمع بدلا من تنفيذ الأمر بثلاثة من زملائه في مدينة أمازيا العاصمة الأقليمية القديمة بإعداد مسودة إعلان استقلال لقد تجاهل مصطفى كمال حكومة السلطان معتبرا إياها أسيرة الحلفاء فحضر مؤتمرا أقليميا للوطنيين في أرض روم في شرق تركيا ثم دعا إلى مؤتمر على مستوى الوطن في سيفاس الواقعة في المنطقة الداخلية من الأناضول في منتصف الطريق بين أرض روم وأنقرة وقد اكتسب ولاء عدد من ضباط الجيش ممن هم في مثل سنه أو أصغر منه سنا وكثيرون منهم كانوا مثله مرتبطين بالجناح العسكري لجمعية الاتحاد والترقي وفي الأغلب اجتذب إلى صفه الضباط من رتبة رائد ورتبة مقدم أكثر مما اجتذب الجنرالات ويبدو أنه تولى أيضا قيادة شبكات المقاومة المدنية والعسكرية التي نظمها عضاء حزب تركيا الفتاة ولكنه بفطنته نفى وجود أي علاقة له بجمعية الاتحاد والترقي التي صدر قرار الرسمي بحلها وبالرغم من توجه مصطفى كمال العلماني القوي أثبت رجال الدين المسلمون أنهم أخلصوا أتباعه لم يكن قادة الحلفاء يعرفون سوى القليل عن مصطفى كمال الضابط النحي للعنيد الذي يتحمل شظف العيش والذي هو في أواخر الثلاثينات من عمره كان ملهم وقائد الثورة عليهم فلا وزارة الخارجية البريطانية ولا المخابرات البريطانية استطاعت أن تحدد لرئيس الوزراء موقع مصطفى كمال وهل كان في صف السلطان أو ضده ومع جهل قادة الحلفاء في أوروبا لما يحدث في تركيا واصلوا مؤتمراتهم التي كانت الغاية منها تقرير مصير تركيا وخلال مؤتمر عقد في لندن في 28 شباط فبراير 1920 ذهل قادة الحلفاء لدى سماعهم نبأ نبأ يفيد أن جيشا قوامه 30 ألف جندي تركي بقيادة مصطفى كمال هزم وحدة فرنسية صغيرة في مراش في جنوب الأنضور وقد ادعى لو جورج فيما بعد أن دهشتهم لن تنجم عن نتيجة المعركة قوس فقد كان عدد المهاجمين يفوق كثيرا عدد الفرنسيين بقدر ما نجمت عن اكتشاف وجود جيش النظامي بقيادة مصطفى كمال وقال لو جورج أن تلك كانت أول مرة ها هو وزملائه بوجود هذا الجيش وقد كتب لاحقا في مذكراته ملقيا اللوم كعادته على الآخرين اقتباس لم يسبق لمخابراتنا العسكرية إطلاقا إن كانت عاجزة كليا أن كانت عاجزة كليا عن القام بعمل المخابرات عن القيام بعمل المخابرات نهاية القوس عفوا نهاية الاقتباس مع انتشار ثورة مصطفى كمال في الأنضور نشأت حركة موازية في الجنوب الناطق بالعربية في الامبراطورية العثمانية حيث كان وجود الفرنسي الرمزي على طول الساحل في بيروت وطرابلس وصيدا وصور هدفا مغريا للمناظلين المسلمين في دمشق فالمتطفلون الفرنسيون على ساحل سورية ولبنان كانوا يهددون بإسقاط التوازن الدقيق بين الطوائف الدينية المسيحية والإسلامية مما استدعى رد فعل لا يختلف عن رد الفعل ضد اليونانيين في تركيا سمحت بريطانيا للمناطق داءة داخلية من سوريا مثلما سمحت للمناطق الداخلية من الأنضور بالحكم الذاتي وكانت الإدارة السورية نظريا برئاسة فيصل الذي كان غائبا عن سوريا في مؤتمر الصلح ولكنها عمليا كانت في أيدي أناس لا سلطة له عليهم إلا فيما ندر وهؤلاء الناس كانوا يتنازعون فيما بينهم كانت سوريا الداخلية وعاصمتها دمشق تحكم منذ أكثر من عام بعد التقهقر الأثماني من قبل العرب ولو بشيء من الفوضاء أما وقد ذاق العرب طعم الاستقلال الجديد فلم تكن لديهم راغبة في التخلي عنه لقد أنذر أحد كبار الضباط المخابرات البريطانية وزير الخارجية في لندن عام 1919 بأن الحكومة العربية في دمشق وحركة مصطفى كمال في تركيا تستعدان للدخول في تحالف ولكن الحركتين العربية والتركية لم تكن متشابهين على النحو الذي اعتقده ذلك أن مصطفى كمال كان قوميا بالمعنى الغربي أما في دمشق العربية فالكل يتحدث الآن لغة القومية العصرية ولكنها ليست لغة أهل البلاد الأصلية يعني يقصد اللغة بمعنى القومية القومية أو الوطنية فيعني مصطفى كمال كان قوميا في تركيا في تركيا يعني في تركيا كان القومية التركية بينما القادة العرب يتكلمون يعني بالمنطق القومي العربي فمعظم القادة الناطقين بالعربية الذين مارسوا الحكمة من دمشق في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر ربما أربعة من كل خمسة لم يسبقا كانوا حتى عام ألف وتسعمائة ثمانة عشر أنصار هوية قومية أو عربية يعني أنصار هوية قومية عربية أو استقلال عربي يعني يقصد معظم القادة الناطقين لم يكن لهم توجه نحو القومية العربية أو الاستقلال العربي والسوريون منهم كانوا في معظمهم من الأسر المالكة للأرض ولهم مصلحة في المحافظة على النظام القائم ويدل تحليل الاشتراح المهنية التي جاءوا منها أن القيادة كانت في جزء كبير جزء كبير منها مؤلفة من جنود وموظفين عثمانيين كانوا كثيرون منهم جاءوا من العراق وفلسطين وكانوا بلا عمل ومأظمهم بقي على الولاء لتركيا خلال الحرب مع بريطانيا وفي السنة التي انقضت منذ مغادرة الجيش العثماني دمشق وتحت أنوف البريطانيين الغافلين الذين كانت تفكيرهم منصرفا إلى الفرنسيين استعاد العرب العثمانيين الذين قاوموهم خلال الحرب السيطرة على المنطقة المحررة استعاد العرب على المنطقة المحررة بيد أن العرب العثمانيين كانوا مشرذمين على أسس جغرافية في اهتماماتهم السياسية الراهنة فالذين جاءوا من مدن كالقدس شجبوا الصهيونية في فلسطين والذين جاءوا من بغداد كانت شكواهم من البريطانيين في بلاد الرافدين والسوريون أرادوا طرد الفرنسيين من المنطقة الساحلية ومن لبنان وفي أثناء ذلك كان زعماء الأسر التقليدية ذات الهوى العثماني والمعادية لفيصل على خصام مع الشباب المناضلين الطموحين الساعين وراء مستقبلهم السياسي وراء بلاغة الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي عادت إلى الحياة كانت تكمن نزاعات عائلية ومحلية غامضة كان الوضع السياسي وضعا مضطربا ومحيرا وفي هذا الوضع لم يكن من ضامن أساسي لوضع فيصل سوى مساندة بريطانيا وهذه المساندة كانت ممثلة في الظاهر في جيوش الجنرال ألمبي وفي الحدث العربي العام أنه بفضل فيصل ستقاوم ببريطانيا أهداف فرنسا الاستعمارية إذا عدنا إلى الماضي نستطيع أن نرى أن بريطانيا دخلت العام ألف وتسعمية وتسعة عشر وأمامها فسحة من الوقت لا تقل عن تسعة أشهر الاستغفال فرنسا وحملها على الرضوخ ولكن مع حلول صيف عام ألف وتسعمية وتسعة عشر أكرهت الضغوط المالية وعدم الاستقرار الاجتماعي لوجو وزارة الحربية على الاعتراف بأنه لم يعد بالإمكان تأجيل الانسحاب البريطاني من سوريا وفي الرابع من أيلول سبتمبر ألف وتسعة عشر دعا رئيس الوزراء مستشاريه إلى مؤتمر عقد في المنزل الذي يقضي فيه صديقه اللورد ريدل إجازته قرب تروفي على ساحل نورماندي الفرنسي للنظر فيما يجب عمله بشأن الشرق الأوسط وقبل انعقاد المؤتمر ببضعة أيام دون اللورد ريدل في مفكرته أن اللورد جورج اقتباس كان غاضبا من الفرنسيين بسبب موقفهم المتعلق بسوريا وقال رئيس الوزراء أن السوريين لا يريدون الفرنسيين وتساءل كيف يستطيع الحلفاء إرغامهم على قبول انتدابات كريهة لقد تبدل موقفهم من الفرنسيين تبدلا كبيرا إنه لا يفتأ يتحدث عن جشعهم نهاية الاقتباس مع ذلك لم يجد رئيس وزراء بريطانيا ومستشاروه مفررا من إخلاء الساحة للفرنسيين بتاريخ الثالث عشر من أيلول سبتمبر ألف وتسعة عشر أعلنت الحكومة البريطانية أن الانسحاب سيحدث في تشرين ثاني نوفمبر وقد رأى القادة البريطانيون أنهم بذلك وفوا بالتزاماتهم لفرنسا والعرب كان هذا الدعاء منافيا للصواب وقد سبق للبريطانيين أن تظاهروا بأن فيصل جاء إلى سوريا على رأس جيش عربي كبير مع أن مسؤولي الحكومة كانوا يعلمون أن هذا التظاهر لا يستند إلى مضمون وخرج وخروج الجيش البريطاني من سوريا معناه ترك فيصل تحت رحمة الفرنسيين وكان هذا بالنسبة لأتباع كيتشنر في بريطانيا والشرق الأوسط خذلانا لكل ما عملوا من أجله أما الفرنسيون فلم يغفروا لبريطانيا محاولتها طوال الأشهر التسعة لحملهم على الرضوخ بالرغم من تخلي بريطانيا عن المحاولة أما بالنسبة لفيصل الأمير المتوتر الأعصاب والذي يفرج غمه بالمسبحة فقد كان أعلان الانسحاب البريطاني منعطفا مفاجئا في متاهة الخداع التي حاول أن يتلمس طريقه فيها ولكن فتحت أمامه لمدة قصيرة إمكانية ممضة ذلك أن كليمنسو الذي كان كعادته دائما مستعدا لتقبل الأفضليات البريطانية في الشرق الأوسط إذا أمكن ذلك سياسيا أبدى استعداده للسماح لفيصل بأن يكون ملكا على سوريا قوس مدام هذا ما تريده بريطانيا نهاية القوس إذا ما قابله فيصل في منتصف الطريق لقد وافق رئيس الوزراء الفرنسي أن يدخل مرة أخرى في مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف ضمان الاعتراف بالحد الأدنى من شروط فرنسا أي أن تحكم فرنسا لبنان الكبير وأن تكون سوريا مستقلة ولكن دولة زبونة لفرنسا غير أن هذه الشروط وضعت فيصل في الوسط بين قوتين متصادمتين فعرب دمشق المناضلون الذين ادعوا أنه يتبعونه من دون أن يكون لهم ارتباط خاص به كانوا مستعدين للسماح لهم بأن يسمي نفسه حاكمهم مدام قادرا على إبعاد الفرنسيين عن سوريا في حين أن الفرنسيين كانوا مستعدين للسماح له بأن يحكم بشرط أن ينجح في إدخالهم إلى سوريا ولم يكن في وسع فيصل الغريب في أرض سورية أن يفعل شيئا سوى أن يتوسط كل ما كان يستطيع فعله هو أن يحصل على تنازلات من كليمنسو ثم أن يحاول الحصول على تنازلات من المناضلين العرب في دمشق في مطلع كانون الثاني يناير 1920 توصل فيصل وكليمنسو إلى اتفاق سري وقد أراد كليمنسو أن يبقى سريا لأنه كان يسعى لأن يكون رئيسا للجمهورية الفرنسية وحاذر أن يتمكن خصومه من الإدعاء بأنه أظهر ضعفا في مسألة سوريا كان الاتفاق يمنح دولة فيصل العربية لاستقلال بشرط أن يكون مستشاروها فرنسيين حصرا وكان هدف الاتفاق أن يؤدي إلى انتداب فرنسي ولكن من النوع الأكثر لينا عند هذا الحد غادر فيصل إلى دمشق ليرى هل يستطيع إقناع القيادة العربية فيها بقبول هذه الشروط اللينة نسبيا ولكن تبين أن مهمته هذه كانت انعطافا آخر إلى المجهول في المتاهة السياسية لأن كليمنسو الذي لم ينجح في سعيه لرئاسة الجمهورية هجر الحياة السياسية في السابع عشر من كانون الثاني يناير وقد خلفه في رئاسة الوزراء إليكزاندر مييران الذي لم يكن عنده ميل إلى إنقاذ ماء وجه بريطانيا في الشرق الأوسط ولذلك لم يجد حاجة إلى السماح لسوريا بأن تنال استقلالها ولا إلى السماح لفيصل بأن يعتلي عرشها في بداية عام 1920 كفت بريطانيا عن الوقوف في طريق طموحات فرنسا في سوريا وصارت الطريق ممهدة أخيرا أمام الدولتين الحليفتين لصياغة الشروط التي ستفرضانها على الامبراطورية العثمانية المهزومة أما الشروط التي اتفقت عليها آنذاك فهي فصل الأجزاء الناطقة بالعربية عن الامبراطورية لتتقاسماها هاتان الدولتان الأوروبيتان بشرط أن تحتفظ بريطانيا بفلسطين وبلاد الرافدين وتبقى شبه جزيرة العرب مستقلة وعلى رأسها ملوك خاضعون للنفوذ البريطاني وكانت بريطانيا قد أخذت فعلا مصر وساحل الخليج وتقرر أن تكون سورية ومن ضمنها لبنان من نصيب فرنسا وكان مقدرا لفلسطين ومن ضمنها شرق الأردن وسوريا ومن ضمنها لبنان والعراق أن تستقل في نهاية الأمر إذا كان المرء أن يصدق لغة انتدابات عصبة الأمم التي بموجبها أعطى الحلفاء أنفسهم هذه الأراضي ولكن فرنسا بصورة خاصة اعتبرت التعاهد بالاستقلال مجرد زينة للناظرين وقاربت سوريا ولبنان بروح الضم وباستثناء جزر الدودي كانيز فإن معظم جزر بحر إيجا وكذلك تركيا الأوروبية أي شرق تراقيا قد سلخت وأعطيت لليونان أما أزمير ومنطقة غرب الأنظار التي كانت أزمير كبرى مدنها فقد تقرر أن تتولى اليونان إدارتها مدة خمس سنين ثم يجري استفتاء ربما يؤدي إلى الدمج المنطقة في المملكة اليونانية وأما الدردنيل حيث يستطيع الأسطول البريطاني أن يمارس تأثيره فقد وضع تحت إشراف دولي وأصبح هو والقسطنطينية رهينتين لضمان حسن سلوك تركيا في أمور مثل معاملة الأقليات المسيحية وفي شرق الأنظار منحت أرمينيا الاستقلال وأعطيت كردستان الحكم الذاتي ووضعت الشؤون المالية التركية تحت إشراف بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وضمن هذه الحدود ووفقا لهذه القيود يكون القليل قد تبقى من الأنظار الناطقة بالتركيا مستقلا استقلالا اسميا وعلى رأسه السلطان الأثماني هذه هي الشروط التي اتفق عليها في لندن وسان ريمو في النصف الأول من عام 1920 والتي أمليت على حكومة السلطان فوقعت هذه الحكومة مكرهة على المعاهدة التي فرضت عليها في آب أغسطس 1920 في ضاحية مدينة سيفر الفرنسية ويبدو أن الزعيم الفرنسي أبوان كاري كان الوحيد الذي لاحظ أن الاختيار لم يكن ميمونا بالنسبة لمكان توقيع معاهدة تنوي بأوروبا الاعتماد عليها فقد اشتهرت سيفر بصناعة أواني الخزف الصيني وخزفها هش سهل الكسر كان لو جورج الوحيد من بين الأربعة الكبار الأصليين الذي بقي في منصبه عند توقيع معاهدة الصلح النهائية وكان العضو الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني الذي ظل عضوا في مجلس الوزراء منذ بداية الحرب وطوال الحرب وحتى انتهائها وهو كان السياسي البريطاني الوحيد الذي حالفته النجاح في الحرب وكان سيصبح الزعيم الوحيد من زعماء دول الحلفاء الذي سيستمر في السلم ولكن التسوير العثمانية التي كان فخورا بها لن تلبث أن تبرهن أنها القاضية عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر